السلام عليكم يا شباب في الفيديو ده اكلمكم عن الاعمدة الكبيرة جدا اللي احنا بنستخدمها في الانارة في الشوارع ممكن نستخدمها في الملاعب ممكن نستخدمها في اماكن كتير تمام الاعمدة دي بنسميها اعمدة الهاي ماصد الهاي ماصد يبقى العمود ده اسمه عمود هاي ماصد ممكن يوصل طوله لحد ستين متر طبعا اللي احنا بنشتغل عليه معظمهم بتيوصل لحد تلاتين ومن تلاتين لستين لتطبيقات خاصة طيب يا شباب اعمدة الهاي ماصد تمام انا بستخدمها فين اعمل państwa ممكن استخدمها في الملاعب ممكن استخدمها في انارة المطارات ممكن استخدمها في الطرق السريعة ودي منتشره كتير جدا في الطرق السريعة انارة الطرق السريعة معظمها بتستخدم الهاي ماصد السكك الحديدية الساحات بتاعتها الكبيرة بتستخدم الهاي ماست أحواط بناء السفن وتقطعات الطرق كلها بتستخدم الهاي ماست المستودعات الكبيرة والأماكن المفتوحة في انتظار السيارات بتستخدم الهاي ماست طبعا هنا بستخدم كشفات بقدرات عالية بنسميها الفلود لايت هنبدأ نتكلم عنها طيب الارتفاع الكبير ده بيخليلي الإضاءة موحدة في المنطقة بأكمالها يعني بيبقى الديستريبيوشن أو التوزيع بتاع الإنارة منتظم وده كلام مهم جدا طيب عمود الإنارة يا شباب أنا بزوده بوسائل بحيث أقدر أوصل الكشفات دي لفوق إن أنا أقدر أنزل الكشفات دي وأعملها صيانة مثلا يبقى لازم يكون فيه روافع أو حاجات بترفع الكشف لفوق مكانة متور بيرفعها الفوق لتحت أو إن أنا أقدر أميل العمود للأفقي وأبدأ أنزل الكشفات وأبدأ أعمل صيانة للهاي مصد زي ما قلنا الهاي مصد بتوصل ارتفاعاته لحد 30 ولحد 60 متر طبعا من فوق التلاتين بستخدمها في إنارة الاستاد والملاعب الأولمبية تمام؟ في الإنارات لحد 30 بستخدمها في الصحات العامة والمطارات والكلام ده وبيبقى أشكالها أشكالها هندسية مختلفة ممكن تكون أشكال دائرية أو مربعة أو مسمنة طبعا هنا بستخدم الزوايا الخاصة بالصلب المتشابج اللي بنسميها لاتست ستيل ستراكشور في الملاعب زي بورجي كده عشان أركب عليه تمام؟ الكشفات بتاعتي طيب بيبقى شكل زي العمود الهاي مصد يبقى لازم يكون فيه عندي نظام وقالية لتشغيل وخفض الكشاف عشان أطلع الكشاف ونزل الكشاف أعمله صيانة يا إما أمي العمود يا إما أنه يبقى فيه عندي قالية للحرك بيبقى فيه عندي هنا محرك موتور الموتور ده تمام؟ بيبقى واصل بواير سلك الوينش لتحريك الهايكل لوحدات الإنارة عشان أحركوا لفوق وهنا فيه كابلات التغذية بتاعت الكهرباء بتطلع لفوق واطلع هنا على البكرات بتاعت كابل الكهرباء وبكرات هيكل وحدات الإنارة وهنا بيبقى فيه موجود صندوق لنهاية الكهرباء بحيث يتم فيه عملية التوصيلات وهنا سلك لتحريك الهايكل الخاص بوحدات الإنارة يبقى ده شكل العمود الهاي مصد زي ما احنا شايفين طبعا عشان أحدد قدرة المحرك أو الموتور المستخدم وأنظمة الرافع الوايرز السلك ده اللي أنا هقدر أرفع ونزل به ده بيديبند على الوزن بتاع البراكت والوزن بتاع الواير بتاعي أو الوزن بتاع الكشفات اللي أنا بستخدمها حسب كل ارتفاع بتحدد قدرة هذا الموتور والتوصيلات الكهربية الخاصة به طبعا من أحد الكشفات المستخدمة كتير جدا في الهاي مصد تمام الكشف اللي احنا شايفينه اللي هو ده بيبقى اللومينير هاوسنج الهاوسنج مصموع من الداي كاست الامونيو الهاوسنج اللي هو الكفر اللي من بره ده مصموع من الالمونيو الاوبتيكس بتاعه بولي كاربونيتس ده بيديني مئة ألف ساعة لايف تايم العمر الافتراض بتاعه مئة ألف ساعة اللمبات ده لمبات لدي يا شباب ربعمائة خمسة وتسعين وات بتطلع لي بتطلع لي خلي بالك تلاتة وستين ألف وتمانين ليوما طبعا ده لازم يبقى بروتكتد أو محمي تمام من الظروف البيئية زي درجات الحرارة والمطر والرطوبة فبيبقى الاي بي بتاعه ستة وستين وده عالي وكمان ضد الحركة الميكانيكية أو اللي بيسموها الميكانيكا الامباكت بروتكشن بيبقى الاي كي بتاعه تمام اي كي زيرو تمانية وده عالي خلي بالك في محاضرة كاملة عملناها عن الاي بي والاي كي ارجع لها الكلر اندكس وده مهم جدا درجة حرارة اللون بتاعته بتبقى كول وايت اللي هو البيض اللي هو خمس تلاف وسبعمائد كيلفن الرندرينج بتاعه سبعين في المية انت بتشوف مانيفاكتشرر من المصنعين زي شركة فيليبس واحنا اخدين من الكتالوج بتاع شركة فيليبس الكشاف اللي قدامك ده يبقى كشفات الهاي ماصد كشفات الهاي ماصد انا بستخدمها كتير تمام في الطرق السريعة عشان ابدأ اناور بيها لازم يكون فيه لوحة كهرباء هنا او كنترول وفيه استداد هنا عشان تحمي السيارات لما تيجي لو اي سيارة ممكن تخبط في العمود تمام تدمره فبحط استداد كده عشان تحمي العمود لازم تكون اللوحة اللي استخدمها في التحكم في الانارة بتاعة العمود تمام لازم تكون بورتكتد واختار لها درجة حماية عالية وزودها بوسائل التحكم زي ما احنا شايفين كده في الاضاءة ويه تايمر وخلايا ضوئية اللي هي الفوتوسيل عشان اقدر اعمل عملية تحكم في اعمدة الهاي ماصد واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير خاصة بالتوصيلات الكهربية والاجهزة الكهربية واجهزة الاضاءة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته